اشتركوا في القناة ولذلك نجد أنه من بعد الرسول إلى يومنا هذا أشد الخلاف بين المسلمين في أمر الإمامة وأكثر من قتل من المسلمين وثارت حروب حول موضوع الإمامة فهذا الموضوع المهم اللي هو من أهم الأمور هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى لم يبينه للناس وأن يكون الدين كاملا بدون هذا الأمر المهم الله سبحانه وتعالى بيّن جزئيات في القرآن أحكام فرعية جزئية هل يعقل أن لا يبين أمرا يرتبط به مصير المسلمين جميعا ترتبط به جنة المسلمين أو نارهم هذا لا يبينه للناس هل يعقل ذلك الله سبحانه وتعالى الأمور الجزئية بيّنها في القرآن هذا الأمر المهم ما يبينه حتى العامة هم يعترفون بأن الإمام من أهم الأمور يعني حتى غير الشيعة رووا روايات متعددة مستفيضة أو متواترة من مات ولم يعرف إمام زمانه وفي بعض الأحاديث من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية زيان الميتة الجاهلية يعني شنو يعني ميتة كفر ونفاق الذي كان يموت في الجاهلية كان يموت كافرا منافقا أو منافقا هذه الميتة الجاهلية زيان الذي يموت ولم يعرف إمام زمانه أو ليست في عنقه بيعة لإمام هذا الإنسان يموت ميتة جاهلية زين الشيء اللي بعدمه الإنسان يكون كافر أو منافق ميتة ميتة جاهلية هل يعقل أن لا يبين في القرآن هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وآله تركه هكذا وهل يعقل أن الدين يكون كامل بدون هذا الأمر لا يعقل ذلك الله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين ولذلك تجد بعض المتأخري العامة من غير الشيعة لما التفتوا إلى أن مسألة الإمامة من أهم مسائل الدين زين كيف الرسول ترك الناس هملا مهملين لم يبين لهم ذلك وصار اختلاف إلى يومنا هذا لذلك حاولوا أن يلمحوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله عين أبا باكر رووا رواية موضوعة ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا باكر مثلا وجاءوا واستدلوا بصلاة أبي باكر في مرض الرسول صلى الله عليه وآله في المحراب مع أن الرسول صلى الله عليه وآله ذهب وسحبه من المحراب وهو صلى على رغم أنه كان مريضا لذا في هذه الجهة في صلاة أبي باكر في مسألة الرسول روايات غير الشيعة في كتبهم مضطربة جدا تشوف أن الرسول صلى الله عليه وآله لإبلاغ آيات البراءة أرسل في البداية أبا بكر وأعطاه هذه الآيات ليذهب إلى مكة في الحج الأكبر في وسط الطريق كان جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يبلغها إلا أنت أو واحد منك فرسول الله صلى الله عليه وآله أرسل علي ابن أبي طالب وقال خذ منه آيات البراءة وأنت اقرأها على الناس في الحج الأكبر فأمير المؤمنين وصل إلى أبي بكر وأخذ منه الآيات وأبو بكر رجع إلى المدينة والرسول وأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قرأ هذه الآيات على المشركين وعلى غيرهم في الحج الأكبر إذن المقصود أن مسألة الإمامة من أهم الأمور فلابد أن تكون من مسائل الدين والقرآن ذكرها كما سنذكر الآيات والرسول صلى الله عليه وآله عين الإمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة